مسال خير يا حلوين كيف كونش اخباركو اليوم عملت حالة سريع ما بياخد معنا وقت ابدا مكسيموم 8 دقايق وهي عبارة عن ليالي لبنان وطلعت كتير طيبة وخطيرة جدا وراح مبلش الوصفي اول خطوة بلشت اول شي حضرت حضرت مكونات ليالي لبنان هي عبارة عن اشطا فستق حلبي سكر ناعم وكمان حليب سائل وسميد ناعم طبعا ومي زهر هون ما بيان معي بالفيديو اول شي جبت عملت حطيت على الغاز ثلاث كاسات حليب سائل وزدت فوقن السكر السكر انا زدت شي اربع معالق سكر كل واحد حسب رغبته بالسكر لانه بعدين نحط القطر بعدين زدت لسميد وزدت شوية مي زهر اللي سميد عبارة كان عن كاسي يعني كل ثلاث كاسات حليب سائل من زيد كاسة سميد ناعم ونعمله على الغاز بنخلطه وهيك لحتى يطلع كريمي شوفوا النتيجة كيف طلعت طلعت كريمي لا جمزي ولا رخوي وانا مدت بالبايركس مدت طبعا هني سخنين مدت على كل البايركس بعدين حطيتها بالبراد لا تبرد وهيك النتيجة من بعد ما بردت بعدين جبت القشطة وبلشت امد القشطة فوق الخليط مدتها كتير منيح على الطرف وعالواش ورتبت وبعدين جبت طبعا الفستو الحلبي الفستو الحلبي انا خلطته على الخلاط لحتى ناعم وصار مكسر يعني وبلشت ارشو على وش الحلاء على وش القشطة ورتبت طبعا وهيك طلعت النتيجة شوفوا هون بالفيديو بيان معي 3 طبقات اول طبقة الاسميد والحليب تاني طبقة القشطة وثالث طبقة هي عبارة عن فستو الحلبي وطبعا حطيت القطر وصحتين وقالف هنا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفي وعملوها بالبيت